النادي الاهلي بيصعد ازمة حسين الشحات والشيبي للفيفا والنادي الاهلي يلجأ للفيفا بسبب الشحات وموقف فتوح بكأس الامم الافريقية هنبدأ برد نادي برامتز على خطاب الفيفا من موقع نادي الزمالي ورد برامتز على خطاب الاهلي للجبالية طبعا كلنا عارفين الوقع اللي بين حسين الشحات والشيبي اللي حصلت في نهاية الكأس في اخر مباراة في الدور المصري اللي حصلت صفع باليد من حسين الشحات على وجه الشيبي ومش عايزين نختلف ان الموضوع غلط وما نختلفش ان حسين الشحات غلط لان الضرب بالطريقة دي اهانة كبيرة جدا للمغرب واهانة لللاعب محمد الشيبي ايا كان اللاعب عمليه الاهلي بيصعد هذا الامر الشيبي بيصعد هذا الامر للنيابة العامة وطبعا ان الشيبي يروح يعمل بلاغ في النيابة العامة وفي المحاكم المدنية ده مخالف جدا لليحة كرة القدم بالفيفا الشيبي بعد ما صعد الامر للنيابة العامة عقب تخازل الجبالية في استرداد حق اللاعب المغربي من لاعب النادي الاهلي الكابتن حسين الشحات مصدر داخل نادي بيرامدز بيعلق على هذا الخطاب الذي ارسله النادي الاهلي الى اتحاد القرى بشأن ازمة لاعب الفريق حسين الشحات مع محمد الشيبي نجم الفريق السماوي ولاعب نادي بيرامدز ومنتخذ المغرب والمصدر بيؤكد الى ان الذي فعله النادي الاهلي لا يمثل الى الواقع بانه باي صلة والذي فعله اللاعب محمد الشيبي لم يخالف اللوائح باللجوء الى النيابة العامة هنعلق على الجزء ده ان المصدر الموجه من نادي بيرامدز بعد ما علق الموضوع بيقول ان محمد الشيبي مخالفش اللوائح والقوانين لما عمل بلاغ في النيابة العامة ازاي؟ ازاي لاعب كرة قدم فيه ليحة وفيه قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم وفيه لجنة عقوبات وتصلمات بالفيفا يلجأ للنيابة العامة او المحاكم المدنية بيؤكد كمان المصدر على انهما في ادارة السماوي ليس لنا اي صلة بالموضوع وامر التصعيد يخص النجم المغربي فقط امر التصعيد يخص النجم المغربي فقط والجدير بالذكر ان الكابتن حشين الشحات زي ما احنا عارفين اعتدى بالضرب والالفاظ على الشيبي داخل الملعب عقب الانتهاء من مباراة الاهلي مع بيرامدز بالدوري الموسم السابق وبأكد كمان الشيبي صعد هذا الامر للنيابة العامة عقب تخازل الجبالية في استرداد حق اللاعب المغربي من الكابتن حسين الشحات كمان النادي الاهلي بيفاجئ التحالي الكرة بمزقرة رسمية بشأن ازمة حسين الشحات والشيبي بشأن الازمة الحالية بين اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الاهلي ولاعب نادي بيرامدز المغربي محمد الشيبي كشف النادي الاهلي عن مزقرة رسمية قام بإرسالها الى الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الازمة الحالية بين اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الاهلي ولاعب نادي بيرامدز المغربي محمد الشيبي الازمة بدأت طبعا باعتداء واضح من الشحات على الشيبي خلال مباراة الفريقين في الموسم الماضي والتي تحولت حاليا الى ساحة النيابة العامة التي استدعت لاعب النادي الاهلي وأخلت سبيله بكفالة مالية الاهلي في مزقرة تطالب برد من اتحاد الكرة على ما حدث من لجوء لاعب بيرامدز إلى المحاكم الجنائية بما يخالف اللوايح والقوانين الاهلي في مزقرة أكد ان ما حدث يعتبر هو انتهاء للقواعد المنظمة لشؤون اللعبة ونقل ما يحدث من خلافات في الملاعب الرياضية الى ساحة المحاكم الجنائية وبيؤكد النادي الاهلي في مزكرته وبيشدد للجبلية وطالب بضرورة الرد العاجل والإفادة لاتخاذ ما يراه مناسبا لحفظ الحقوق الأدبية للنادي واللاعب حسين الشحات كمان مفجأة مدوية الاهلي يصعد أزمة حسين الشحات والشيبي إلى الفيفا بيؤكد الإعلام الكبير أحمد شبير أن مسؤول النادي الأهلي بصدد إرسال شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك بعد استدعاء لاعب الفريق حسين الشحات من أجل التحقيق معه فيما بدر منه مع الشيبي لاعب بيرامدز في الموسم الماضي وقال أحمد شبير في تصريحات تلفزيونية أن النادي الأهلي أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة بعدما استدعى حسين الشحات إلى النيابة العامة خلال الفترة الماضية خاصة أن اتحاد الكرة عاقب اللاعب بالإقاف ووقع النادي غرامة عليه بقيمة 500 ألف جنيه وأضافها أيضا أن النادي الأهلي ينتظر رد اتحاد الكرة وفي حال عدم وجود رد فإن النادي يجهز في الوقت الحالي شكوى رسمية ومزقرة تفصيلية لإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من أجل إنهاء هذا الأمر نهائيا بشكل كامل النادي الأهلي مش هيسيب حق حسين الشحات ولكن تعالوا نتكلم جماعة مع بعض شوية بالعام لما حصلت المشكلة بين حسين الشحات ومحمد الشيبي في الملعب وأكدت الكاميرات وأكد حسين الشحات أن ألاعب محمد الشيبي تلفظ عليه بألفاظ خارجة وغلط في زوجته وغلط في أمه وغلط في عيلته وفي كل حاجة لكن اديني عقلك هنا أنت منتظر مني إيه لما جاء أغلط فيك وفي عيلتك وفي أبوك وفي أمك وفي أختك وفي زوجتك أنت منتظر مني الرد يكون إيه تفتكر هقولك تعظيم سلام تفتكر هقولك تب أنت ما تغلط كمان أو اشتم كمان أو هاخد حق منك بالقانون لا يجوز التصرف من حسين الشحات مش عايزين نقول أنه صح هو تصرف خاطئ بكل المقاييس ولكن لكل فعل رد فعل هو ده رد الفعل اللي حسين الشحات فكر فيه مع حسين الشحات يا جماعة مش هيلاقي حد بيغلط في زوجته وفي أمه وحيقعد يتفرج هو التصرف خاطئ وإن حسين الشحات يمدي إيده على محمد الشيبي تصرف خاطئ وعمرنا ما هنبرر الكلام ده وهنقول علي أنه هو كلام صحيح لأنه هو كلام خطأ بالفعل ولكن الديني عقلك الديني عقلك النادي الأهلي النادي الأهلي مش هيسيب حق حسين الشحات والنادي الأهلي ما بيردس بالغلط النادي الأهلي لما عرف أن حسين الشحات وأكد أن حسين الشحات خطأ وغلط اتحاد الكرة عاقب حسين الشحات ب300 ألف جنيه والنادي الأهلي عاقب اللاعب ب500 ألف جنيه يعني 800 ألف جنيه في وقعة النادي الاهلي عارف ان هي وقعت خطأ من حسين الشحات ولكن الجدير يعني الحاجة اللي تجننك قوي ان حسين الشحات بعد المباراة مباشرة وامام الكاميرات فوجود مدير الكورة لبرامة زهاني سعيد اللي هو بيدور على اي مصيبة يجري فيها تجاه النادي الاهلي بس حسين الشحات اعتذر لمحمد الشيبي على الهوى وبس دماغه ده انا لو واحد جاي يعتذرلي وبس دماغه الراجل ده لو قاتل ليه حد انا مش هتكلم لكن لما يعتذرلك يا شيبي ويحب راسك ويعمل 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 وعالهوى انت عايزي تاني ومين اللي بيشجع لاعب بيرامتس او مين اللي شجع لاعب بيرامتس انه هو ينتقل للقضاء المدني وده مخالف للليحة ومخالف للقوانين ولكن زي بقولت لحضراتكم هاني سعيد قاعد في بيرامتس بس بيدور على المصائب اللي يعمل فيها اي مشكلة واي مصيبة للنادي الاهلي هو ده هاني سعيد هو ده هاني سعيدة جماعة هاني سعيد الزمالكاوي هاني سعيد الزمالكاوي اللي حسين الشحات اعتذر لللاعب في وجوده قدام عينه وقدام الشاشات وبعد المباراة مباشرة يعني ما سابش الموضوع بات يعني المفترض لما مدير كورة اللاعب نادي اخر يعتذر لللاعب اللي عندك انت اللي المفترض تقول لللاعب خلاص احنا ما عادش يلينا عين ان احنا نتكلم هو اعتذر لك وانت قابلت الاعتذار يبقى بالنسبة لنا الموضوع خلص لكن هاني سعيد لما يشجع اللاعب ان هو يروح للنيابة العامة ويرفع قضية على حسين الشحات الموضوع ده يا جماعة على فكرة من فترة كبيرة تقريبا من شهر خمسة او شهر ستة في الموضوع ده او شهر اربعة مش متذكر والله يا بكاد ده في نهاية الدوري في اخر مباراة تقريبا في الدوري اللي برامت زيك سيبا 3-0 تقريبا على النادي الاهلي لكن عايز اوجه نصيحة للكابتن هاني سعيد انت واللي زيك يعني انت واللي زيك الكارهين للامان في مصر والكارهين للنادي الاهلي هم اللي بيعملوا كده ولكن النادي الاهلي ما بيسيبش حق اللاعب بتاعه ولو اللاعب اخطأ فالنادي الاهلي عقبه عقاب شديد جدا اللي هيحصل في قصة حسين الشحات وفي توقعات ان حسين الشحات ممكن ياخد حكم ممكن ياخد حكم الا لو النادي الاهلي محلش الموضوع بسرعة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الا يحصل في قصة حسين الشحات ومحمد الشيب الفترة اللي جاية ده اللي احنا هنعرفه بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اتمنى من الله ان الحلقة تكون عجبة حضراتكم يريد تدعمونا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك اهم اخبار النادي الاهلي اول باول بشكرك يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية اشوفك على خير مع السلامة